الليلويا ملكم الشيره الليلويا شمابوتنوروحو قريشو حضلو شاريرو امين احبا انشكر رب على نعنته اللي تجمعنا مجددا ومراحم ربية جديدة بكل صباح فاسألوا باننا تمتع بجوده ببركته بفايد غنيه ايضا بشفاءه وبثبات من خلال تناول جسد ودم المسيح ايضا ننمو بالمحبة بالكلمة المزروعة بالايمان بقلوبنا في ليلة او بالاحرى نهار امس كان في عنا يوم للقاء مع الشباب كان خدمة ناجحة جدا ابونا يوحنا وابونا جاك وانا كان فيها عدة عيزات روحية بالطور حول المعانات الشبابية ومعاناتنا جميعا مع صراع الشهوات كثير تحرر مننا والعفة والطهارة وكل ما يتعلق بهالامور وايضا حول مواضيع الاعداد للزواج ومشابه كان فيه بركة كتير كبيرة وحضور يعني رائع من مختلف الكنائس ما يزيد عن ميت شابه وشابه برغم من انه غياب معظم اولادكن وهذا الشي بيحزني جدا بس كان فيه عدد بشكر الاهل اللي بعثوا اولادهم بعركوا بقدر الظروف اللي عند البعض اللي ما قدروا يجيبوا اولادهم بس بصلي بانه يكون في دوما انها الشركة مع بعضنا البعض لكل شيء يقول لي مجد الرب وخلاص اولادنا وحفظهم من الفساد بالخميس القادم نتابع البايبل الصري وما في اعلانات جديدة عن الاحد القادم يوم الصعود عيد الصعود ويكونوا يوم الخميس القادم لكن بنحتفر فيه يوم الاحد ويليه احد الفنطيقوستي اي عيد العنصرة نتمنى ان الحاضر يعلم الغيب عادة شهر ماي هو من الشهور اللي بيقل فيها الحضور والعطاء مقارتا بالسنوات مثل ما فهمت من التقارير اللي كانت عن السنوات اللي فاتت لكن نصلي بانه رب يرفع فيها الايمان والنفوس يملأنا فيها بالمحبة والفرح والسلام بيسوع اليوم احبيه هو اليوم الخامس من القيامة وموضوعنا مرتبط في هالحدث اللي احنا عبا نعيشه وايضا الاحتفالات القادمة اللي هي الصعود والعنصرة اللي بترتبط بقبول الروح القدس الي هو بدء مرحلة جديدة للخدور يسوع في وسطنا بشخص الروح القدس العامل فينا اه في الاسحح السادس عشر من انجيل يوحنا نقرأ كلمات ليسوع المسيح فيها تعزية وفيها اعلانات ووعود بارسال الروح وايضا بقيامة صعوده وتأكيد لقلهم عن انه رح يكون في استجابة للصلوات ويعني حضور مختبر من قبل كل المؤمنين والتلاميذ الي ان كان رح يكون بعيد عن الانظار لكن ساكن بالقلوب اختباراته من خلال الصلوات وعمل الروح القدس الحي في الوسط من بعد حديث عن الديقات اللي رح بتسير وصلاته لأجل التلاميذ في الاعداد الاولى ينتقل لوعده عن الروح القدس بارساله بانه نحن مش رح نده نتحمل لكن الروح متى جاء روح الحق يرشدكم الى جميع الحق وايضا يمجدني وايضا يعني بيتحدث عن دور الروح القدسي وسط العالم اللي نحن رح نبقى فيه بعد صعود يسوع للسماء في العدد السادس عشر الذي نبدأ اليوم تأملنا رح تحدث منه لغاية العدد سبع وعشرين على قدر مقرب يعطيني يسوع يبدأ بالحديث عن صعوده او بالاحرى عن قيمته وعن حضوره بشكل غير مباشر في وسط الكنيسة بقوة الروح بتكلم بكلمات شوي صعبة على التلاميذ يعجز التلاميذ في ذاك الحين ان يستوعبوها عندما قال بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني لاني ذاهب الى الآب لو قال ترونني ايضا لاني اقوم من بين الاموات يمكن كان شوي اسهل التلاميذ بس صار الحديث شوي صعب على التلاميذ ونحن ايضا لو لا نعلم بانه المسيح قام وايضا ارسل الروح القدس بعد صعوده للسماء صعب علينا ايضا نحن بانه نفهم هل معاني لهالكلمات وان كان المعنى الحقيقي الروحي لا يفهم الا باعلان الروح لنا كما سنرى فيما في هالا اعلان يسوع كان عم بيهيئ التلاميذ انه رح يترك التلاميذ ورح يختبروا الم وحزن شديد لقاء تركوا اياهم لقاء موته والاليم اللي رح يتقلم على الصليب هذا الشي اصاب التلاميذ كلهم باحباط بحزن بدموع بفقد للرجاء فقدان الامل اللي لطالما تعلقت قلوبهم وامالهم وثقتهم بشخص يسوع كان صليب حادثة جدا جدا مؤلمة بحياة التلاميذ لكن يعلن لهم عن هالحقيقة بانهم لن يبصرون وذلك لكونه سوف يموت ويغيب عنهم ايضا لمدة لكن بعد قليل وهالمدة بعد قليل هي تعبير عن زمن الرب يحدده لكن في وسط الرجاء يبدو قليل بالنسبة لكل مؤمن بيقول سوف ترونني بعد بيحدد ليس فقط انه ذلك هو اشارة الى قيامته بانه راح نشوفه لانه راح يقوم من بين الاموال والي هو الاختبار الحي بالنسبة للتلاميذ دي هو الاختبار المستمر اللي لما بيتحدد عنه يوحنة مثل ما قرأنا برسالة الاولى الاصح الاول بيقول انه نحن نشهد عن كلمة الحياة اللي بيقول لي شهرته عيوننا ولمسته ايدينا عنه نشهد جهة كلمة الحياة فصار هالاختبار هو الاختبار الاساسي بالنسبة لكل مؤمن مسيحي عنده رجاء في يسوع وعنده ايمان بيسوع المسيح في بتذكر احد الاسات زي باللهوت اللي كان يعطينا بجامع تورونتو لما كان تحدد عن القيمة كان يشير لانه هالحدث هو الشيء الاساسي في اختبار الكنيسة المسيحية اللي كان من خلاله الانطلاق في البشارة المسيحية فكان كل ما يتحدث عن قيمة انه هي الكاريجما هي بمعنى الرسالة الاساسية اللي ينادر فيها في كل الشعوب بانه المسيح مات وقام من بين الاموات هالحقيقة صارت هي الاساس لإيماننا المسيحي وعلى هالأساس لنا الثقة بالقيامة من بين الاموات لنا الرجاء ايضا بالحياة الابدي فصار الحدث كل ما كان يتحدث عنه بدي اخد شيء مادة هيك شوي قوية كان مثلا يرفع هو بايداء الكرسي ويخطه على الارض انا مش راح بقدر ارفع كرسي وزدته على الهي بس مثلا يعمل هيك ضجة بمثلا فلما انت عم تسمع شيء هيدا حدث اوكي له صدى فهو شيء تم منه فكرة اذا تحدثت عن فكرة انه مثلا انت لكم انه الحديد ممكن يعمل صوت اذا صدمته بمعدن اخر فرح تكون فكرة لكن لما سمعنا صار حدث صار اختبار فدايما كان موضوع القيامة هو اختبار الفريد اللي على اساسه يقوم كل الايمان المسيحي وهذا هو الشيء اللي راح يكون سبب تعزيه لكن الشيء المعقد ايضا ويضيف عقدي على التلاميذ او غموض على فهم التلاميذ بيقول ثم بعد قليل ايضا ترونني لاني ذاهب الى الاب كيف راح بنشوفك لانك ذاهب الى الاب من ناحية ويشير الى قيمته ومشاهدته اياه لدى الصعود فرح يشوفوا بان الكتاب المقدس باعمال صح الاول بانه فيما اخذ عن اعينهم على السحاب بقول كانوا ينظرون اليه فكانوا الكل عم بيشوفوه ويصاعد الى الاب لكن هي ايضا النظر المستمر اي رؤية يسوع واختبار حضور يسوع بشكل مستمر من خلال اختبار الروح القدس اللي في الصحات الرابع عشر للسادس عشر بتحدث يسوع بشكل قوي عن ارسال الروح اللي راح يكون حاضر بيقول يسوع يعني الذي يحب ان يحبه ابي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلنا فيتحدث عن حضوره لكن من خلال الروح القدس ومشان هيك في نرى في علاقة ثلوثية مع الله الله الاب اللي ارسل ابنه الابن اللي ميت على الصليب وحقق عمل الخلاص والروح الذي ينقل لنا النعم والبركات ونحن لازم يكون في داخلنا هالوعي والادراك لله الثلوث ولدور كل شخص في الله من الاقانين الثلاثة ونكون عم نتمتع بها الثقة وايضا نتمتع بالبركات اللي كل شخص كل اقنوم يقدمها لنا بشكل مميز فقال التلميذ قوم من التلميذ بعضهم لبعض ما هو هذا الذي قال يقوله لنا بعد قليل لا تفسرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني ولاني ذاهب الى الآن هم بقلنا فيما بعد يسوع عرف بالعدد التساطعش انه كانوا عم بيطلبوا انه يستعبوا هالكلام وقالوا عن هذا تتساءلون فيما بينكم لاني قلت بعد قليل لا تتصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون وتنهون والعالم يفرح انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح بالبداية الحديث كان واضح عن القيم هاي الحقيقة الاولى بين المسيح يموت يقوم يصعد للسماء وحضوره رح يكون هو حضور الروح القدس واختبار الله رح يكون من خلال اختبار الروح القدس الحال في الكنيسة نقطة تانية اللي يشير اليها بها الكلام هي موضوع الالم في وسط العالم اللي نحنا رح نبقى فيه هو مرحلتين اللي اشار الها يسوع المرحلة الاولى اللي كانت بالنسبة للتلميذ مرحلة الصلب وموت يسوع اللي اصابت التلميذ بالألم وبالإحباط وهذا الشي يعني رح يكون فيه نوح لدى التلميذ والعالم رح يكون فيه فرح لانه اعتقدوا اليهود بنوا نقدروا يقضوا على يسوع يهلكوا ليسوع اذ ابدوا بالموت هذا كان اعتقادهم فكان رؤساء الكهنة وكل اللي اتآمروا ضد يسوع المسيح كانوا فرحانين بانه نقدروا ينتصروا ويتخلصوا من شخص يسوع لطالما بكتهم على خطيئة وكانوا رافضين للحق الذي بيسوع المسيح في هالوقت كان اختبار التلميذ اختبار مؤلم بيقول انه حزنكم يتحول الى فرح كيف الفرح رح يكون رح يكون هيدا الشيء واختبار التلميذ بالمسيح القائم بيحنى الصح عشرين يمكننا على ما اعتقد في العدد عشرين لما رأى التلميذ الرب قائم من بين الاموات يقول لنا بالعدد عشرين لما قال هذا اراهم يديه وجنبه ففرح التلميذ اذ رأوا الرب فكان اول اختبار للفرح هو اختبار القيامة وهذا هو اعلان الفرح الحقيقي القيامة تعلن عن رجاء تعلن عن غفران تعلن عن ابدية تعلن عن بنوة تعلن لنا عن مكان لنا بالسماء انا ذاهب لقعد لكم مكان حيث اكون انا هناك تكونوا انتم ايضا تعلن لنا عن تجديد للرجاء ومعنى للوجود معنى للحياة في عالم مليء بالشقاء مليء بالاحزان يفتقر للحب يفتقر للصدق يفتقر لمعنى لوجوده يتطرق ويقول ويلجأ الى الفلسفة والعلوم اللي بحاول يبرر معنى الوجود فيها بانه الانسان اصله ارض والانسان اصله كذا وبانه الخليقة صارت نشوء وتطور الى حيث ما بلغت اليوم يبحث لكن بانكاره لالله يوقع نفسه في الام عديدة اخرى لانه انكار عمل الله في الخلق وانكار عمل الله وتدبيره الخلاص في موت وقيامة يسوع يثير تساؤلات اكثر اذا ما كن في الله يحللنا هالمسألة اذا ما كن في الله اللي بيعطينا جواب عن معنى وجودنا بالحياة فالتساؤلات عديدة انه كيف هالدنيا موجودة وكيف الكون مكون ليه الانسان بيتقلم من وين اجا المرض من مين صانع الشر مين اللي بيكافئ على الانسان الخير شو وضع المظلومين واللي ماتوا مظلومين شو وضع المتقلمين وهل يراد ترى هالطبيعة اللي فيها اربع فصول متكاملة ومنسجمة مع بعض البعض فيها الثمار والتراب والحيوانات والطيور وكل ما فيها في انسجام كامل في طاعة ايضا لشخص الانسان من المستحيل انه العلم يقدر يبرره لكن قيامة يسوع من بين الاموات تعطي المصدقية بان يعلن الحق وهالحق المعلن بالروح القدس يعطي جواب لألنا عن كل معنى الحياة في رسالة العبرانية يقول مربولز به نفهم بالايمان بانه الكيف انه الله كون العالم يعني هالايمان بيعطينا فهم لكل معنى الوجود لبل يعطيني معنى لوجودي انا كشخص عائش في هالعالم الغريب فبيتحدث بانه هالقيامة تتحول في اختبار التلميذ الى فرح هالفرح وليس فقط فرح المسيح القائم انما في قيامة المسيح يكمل معنى الوجود ولولا المسيح قام الحياة كلها مألة معنى فانا لما تحدث بانه العالم بفساده يضل نفسه بتعاليم غريبة لا تجيب على تساؤلته بل تضاعف التساؤلته والتشويش نرى انه القيامة تعطي مصداقية للكتاب المقدس لكي تعطيه الحق تعطي الكتاب المقدس المصداقية ليعطي معنى لوجودنا معنى لحياتنا هذا الشيء اللي بيولد في داخل المؤمن الصادق ليختبر قوة القيامة يختبر فيها فرح وسلام بيسوع المسيح لكن بالاضافة لاختبار موت قيامة يسوع اللي يعطي فرح في فرح مرتبط ايضا لدى اختبارنا لكل ألم بالحيات في حين يفسر معنى الحيات بشكل عام بقيامة يسوع من بين الأموال المعنى الآخر هو معنى الاستمراري بوجودنا في أرض مليئة بالاضطرابات والألمات يقول في العدد 21 المرأة وهي ثالث تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم فإنكم كذلك عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا هالكلمات يقول يسوع عن اختبار للألم في نهاية الإصحاح العدد 23 يقول قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيه سلام في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم هالضيق وهالألم ليست فقط محصورة في اختبار التلاميذ لدى مشاهدة يسوع المسلوب لكن هي اختبار للألم المستمر في العالم في حياة كل إنسان كلتنا في حياتنا نختبر أمراض معاناة نفسية معاناة صحية معاناة عائلية معاناة مادية واقتصادية كنائس الشرق الأوسط تختبر اضطهار المؤمن بكل مكان في العالم يختبر مضايقات إبليس في حياته سهام العدو المنتهبة نختبر محاربات في أزمات نفسية في مشاكل عديدة تصيب النفس بالأحباط والألم لكن عندما النفس تسلم للرب والمؤمن يثق بالرب القائم من بين الأموات يجعل تلك الألم ليست سوى مخاض لإمرأة حامل ولكن نهاية المخاض هي ولادة جديدة تمحو ذكر الألم كما يقول الكتاب المقدس في الليل يبيت البكاء وفي الصباح ترنم هذا الشيء هو كلام تعزي لأن أحبائي في وسط العالم نحن كتير محتاجين أن نتذكر بأن جمعة الألم لا تنتهي إلا بأحد قيمه وهذا كان وعد الله لأنه بأنه في العالم سيكون لكم ضيق أنا قد غلبت العالم يقول لنا الثقو والتحدي بحياتنا هو الثقة بوعد الله الذي ينصرنا بنهاية الاختبار والجميل بأنه لا يقول أنه يضع حد للألين إنما يوجد اختبار للاستحالة في اختبار الألم يقول لنا أن حزنكم يتحول إلى فرح حزنكم يتحول إلى فرح في اختبار تحول بالألم اللي أنا عم بعيشه وهذا الشيء سبق وأعلن عنه في أماكن عديدة في الكتاب المقدس بإراميا ويوئيل حباقوق الشعية يستشهد من الشعية 26 حيث يقول بالعدد سوف أقرأ بعض الأعداد في العدد الأول في ذلك اليوم يغني بهذه الأغنية في أرض يهودة يغنى بهذه الأغنية في أرض يهودة لنا مدينة قوية يجعل الخلاصة أسواراً ومترسة افتحوا الأبواد لتدخل الأمة البارة الحافظة لأمانة يتحدث أنه يجب أن يكون هناك ترنم لأن الرب يجعل الخلاص ثابت مثل الأسوار ومترسة حصينة في أيضاً بالعدد 8 في طريق أحكامك يا رب انتظرناك إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس بنفسي اجتهيت في الليل أيضاً بروحي في داخل إليك أبتكر لأنه حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكون العدل يرحم المنافق ولا يتعلم العدل في أرض الاستقامة يصنع الشرن ولا رجلال الرب يتحدث عن رجاء المؤمن اللي في وسط الليل اللي يشير إلى الألين ينتظر رجاء وشهوة نفسه الكرازة باسم الرب لكن مش موجودها رجاء عند الإنسان المنافق العدد 11 رب افتفعت يدك ولا يرون يرون ويخزون من الغيرة وفي العدد رح بنتقل عدد 15 ومبعد زدت الأمة يا رب زدت الأمة وسعت تخوم الكنيسة زيد عدد المؤمنين تمجدت وسعت كل أطراف الأرض يا ربي في الضيق طلبوك سكبوا مخافة عند تأذيبك إياهم المؤمن بيختبر بالألم نمو روحي مثل ما البي لما بيقدب ابنه حتى يعلمه كيف يكون رجل مستقيم بحياته كذلك الله يحول الضيقات لبنائنا الروحي بحياتنا وكل اختبار للألم هو مضاعف للإيمان ونمو في حياة المؤمن في العدد السابع عشر كما أن الحبلة التي تقارب الولادة تتلوى وتسرق في مخاضها هكذا كنا قدامك يا رب يرجع لنافس الصورة ليسوع آل المرأة وهي تلت تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت طفلة تعود تذكر الشدة يتحدث عن اختبار هنا أيضا أن الحبلة التي تقارب الولادة تتلوى وتسرق في مخاضها هكذا كنا قدامك يا رب بالعدد تسلتعاش تحيا أمواتك تقوم الجثث تحيا أمواتك تقوم الجثث استيقظوا ترنموا يا سكان التراب لأن طلك طل عشابا والأرض تسقط الأخيل يتحدث عن الحياة من قيامة من بين الأموات ويسوع بيربط أن اختبار القيامة بالنسبة للتلميذ سيكون مثل مشاهدة المرأة للطفل التي كانت طالما تتمخض به فألام المخاض هي ألام التلميذ أثناء مشاهدتهم للصليب ولمشاهد الصليب لبل هو الاختبار المتواصل في حياة المؤمن عبر غابة أو برية الحياة زمن الغربة على الأرض لكن تليها القيمة التي تملأ بالفرح بيقول فتحيا أمواتك تقوم الجثث صار لألنا حياة بالمسيح القائم بيقول الذي بصلبه بموته يعني نحن لنا الغفران وبقيامته تمتعنا بالحياة استيقظوا ترنموا يا سكان التراب دعوة إلى الفرح وهون يسوع يدعو إلى الفرح أراكم فتفرح قلوبكم ادخل إلى مخادعك بعدين لأن طلك طل أعشاب بتحدث عن الروح القدس اللي هو كالندى يرطب ويعزي القلوب تسقط الأخيلة يعني الموت يعني رح تطرد الموت سلطانه شوكة الموت إلى آخره هلوما يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب اختبئ نحو لحيظة يعني الخوف اللي فيه نحن نتخبه بيقول نحو لحيظة لكن حتى يعبر الغضب لأنه ذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب إثم سكان الأرض فيهم فتكشف الأرض ماءها ولا تغطي قتلها فيما بعد الحديث عن شو عن قيامة يسوع اللي فيها يعاقب الشيطان اللي قال عنه أرى الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم الحديث هو نفسه شيء جميل بأن نرى العهد القديم والعهد الجديد منسجم إلى أبعد الحدود بأن ينقل لنا نفس الرؤية ونفس المشهد ونفس الفكرة واللهوت وفكر ومشروع الله بحياتنا بيقول اختبئ نحو لحيظة يسوع شو بيقول بعد قليل لا تفسرونني ثم بعد قليل تفسرونني الإشارة إلى لحظات فيها يغيب عن المناص لا يتوارى أمام عيون المؤمنين نختبر فيها الألم كالحبلة التي تحبل وفي المخاط تتألم لكن سرعان ما يأتي الوليد الذي ينقل البهجة والفرح يسقط الموت وألم الذي يختبره هادي اختبار ومسيرة المؤمن لازم دايما أحبائي نحن نتذكر بنواء إن كنا نتألم على الأرض بأنواع دقات عديدة لكن هالألام لما توضع في يد الرب تتحول إلى أدوات قيامة وخلاص مثل ما كانت آلات الصلب من مسمار والأشواك أكليل الشوخ والصياط والحربة والصليب كانت أداة للهلاكية نفسها كانت أداة لتمجيد الرب يد أب جبار حكيم عنده الحكمة حول الأيد لألات تبرير هكذا اختبار المؤمن في ينمو لينتقل صباح مليء بالفرح والسلام بعد يعلن لنا عن الوضع اللي نحن بنصير فيه مقابل موت وقيمة يسوع في ذلك اليوم لا تسألوني شيئا ليش؟ بالعدد 25 قد كلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساحنة لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب عالمية كلمات يسوع للتلاميذ خلال فترة وجوده معهم ثلاث سنين قبل القيامة والصعود كانت مبهمة قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن لم يستوعب التلاميذ معنا ذلك تحدث عن صلبه موته قيمته وعن امتداد ملكوته لم يستوعب معنا ذلك التلاميذ وأشياء عديدة يسوع صنع أو قال وأمثال كلموا فيها خطبهم كانت كالأعجمي بالنسبة لهم لم يستطيعوا أن يفهموا لكن بعد اختبار القيامة بيقول في ذلك اليوم لا تسألوني شيئا رح يكون في أعلانات رح يكون في فهم رح يكون في مثل ما قال الكتاب مقدس مرار عديدة من بعد ما يسوع تمجت فهمه التلاميذ أن دخول يسوع لأورشالين كانوا تحقيق لما ورد في زكريا تسعة تسعة وكل الشيء اللي صنعوه وورد بحياتهم ما قدروا يستعبوه إلى بعد القيامة والتجديد بالروح القدس اللي جعل كل الأشياء بيّنة ومشان هيك بعد ذلك نرى في كتابات الرسل ما في أي رموز ما في أمثال الرموز والأمثال كانت من ميزات العهد القديم ومن ميزات تعاليم يسوع للأشخاص اللي عم بيبشرهم يسوع لكن بعد ما قبلوا البشارة لكن الإنسان المستنير بيبطل في عنده لغز وأمثال يتحدث فيها الرب الشيء الوحيد اللي فيه لغز بالكتاب المقدس في العهد الجديد ولا أي رسالة من الرسائل إنما فقط نص سفر رؤية يحنى ليش؟ لأنه رؤية يحنى لا تتحدث عن الماضي إنما تتحدث عن المجيء الثاني عن شيء بعد ما اختبرته البشرية لكن الموت والقيامة والغفران والعزاء والانتلاء وكل ما صنعوا يسوع من أحداث صار معلن بالنسبة للتلاميذ هالاختبار عبر الروح القدس يعطي فهم واستنارة لكل إنسان مؤمن في رسالته مربولوس رسولي أهل كورونتوس لصاحب لاتي لما يتحدث عن أسرار الملكوت يقول ما لم تبصره عين ما لم تسمع به أذن لم يخطر على بال إنسان بالعدد التسعة ما أعده الله الذين يحبونه أعلنه الله لنا بروحه أعلنه لنا نحن بروحه رح يضل الكتاب المقدس كتاب مغلق وأمثال ورموز لحديث ما تتم الاستنارة من السماء والروح يعلن لنا الحق عندئذن نقول مثل ما قال يسوع في متى 13 يخرج من كنزه جددا جددا وعتقاء بصير إفهم الماضي واختبارات الماضي وشو صنع الله بحياته وصير إفهم الجديد وشي اللي عم بيعملوا اليوم بحياته كل الحديث هو عن التجديد بالروح القدس اللي كان بالنسبة لبطرس حتى بعد الصعود قبل الصعود بعد القيمة بطرس أنه لا تعلمون ما هو لي روح الله عندهم جهل لكن رح يجي يوم اللي من بعد ما يرسل موعد الآب ينطلقوا بالروح القدس حينئذن رح يستعبوا يرشدهم إلى الحق سيطة مش رح يحتاج المؤمن يسأل عن معنى الصليب والقيامة والمجيء وإلى آخره ليه لأنه يكون جميع يعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم ليه؟ لأنه في اختبار الروح الساكن اللي يرشد يعزي يعلن الحق يعلم المؤمن بكل ما فيه من حقائق هل اختبار الفريد أيضا تحدث عنه بكورونتس الثانية نص قرأني اليوم لما يتحدث عن اليهود في الإصلاح الثلاثة يقول أنه بالعدد أربعة لكن لنا ثقة مثل هذه في المسيح لدى الله ليس أننا كفات من أنفسنا لأن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا بل كفاياتنا من الله يتحدث عن إمكانياتنا في سر المسيحي كلها مؤهلات معطاطلة إلا من عند الله بمعنى أنا ما فيني بالعقل والحكمة الأرضية أنه استقصي حكمة الله ويتحدث بعد بالعدد سبعة إن كانت خدمة الموت المغفوشة بأحرف إحجارة قد حصلت في مجد حتى لم يقدروا بني إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه زائل كيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد تحدث عن مجد ظهر على موسى أعلن لأنه عن كلمة الله لكن الشعب لم يكن قادر أن ينظر إليها يتحدث كم بالحرية المجد الله لبيسوع المسيح الشعب بدأ تحدث عن نصبي أكمل ولكن تحدثي مبعد بالعدد 12 من كورنسس تاني تلاتي يقول إذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكن لكي لا ينظر بني إسرائيل لنهاية الزائل بل أغلظت أذهانهم لأنهم حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح وحتى بيقول لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم يتحدث عن لما بيجي الرب يرفع البرقع في معنى بشكل آخر لازم تعرض بأنه كل إنسان يختبر العهد القديم والجليل وما لم يختبر العهد القديم لم يختبر معدن جديد والعهد القديم يشير إليه في حجاب برقع موجود على الوجه نشير إليه بالقداس من خلال بنسميه شو شافه بكل مرة نحن بنحط على الأسرار بنحط المنديل أو لما نغلق الستار أثناء صلب المسيح لما الكاهن يكسر القرباني يكون عم يشير بأنه لما مات المسيح كان عنا جهل وما كنا تهمنين هالسر لكن لما قام المسيح وأرسل الروح أعلن لأنها السر وقبل أيضا وبعد المرحلة الأولى من القداس لما بيكون في أوثان وغير مؤمنين وموعوضين حاضرين بالكنيسة بضل جسد ودم يسوح مغطى لأنه بالنسبة للموعوض غير المؤمن المجدد بالروح القدس لا يستطيع أن يفهم معنى جسد ودم المسيح بعد ما يخرج غير المؤمنين هذا الشي بطل في تقليدنا لكن بعد رموزه حاضرة بالإداس نرفع البرقع عن الأسرار لنعلن بأنه الرب كشف لألنا عن سر الخلاص لمين أعلنوا أعلنوا لنا نحن المؤمنين بمعنى في اختبار استنارة في اختبار تجديد والتجديد يتم عبر الروح القدس الذي يكشف لنا الحقائق ليس لأننا أكفاء من أنفسنا بل لأن كفايتنا من عند الله في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا بيقول كلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساحنا لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علنية لأن الآب سيكون معلن في حياتي حقيقة الأخيرة اللي بنتل إليها هي عن شفاعة يسوع بيقول في ذلك اليوم تطلبون بإسمي ولست أقول لكم أني أنا أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وبعدها بيتحدث عن اختبار الاستجابة بإسم يسوع المسيح أنه تطلبون أو تسألون بإسمي بعد ما يتجدد المؤمن يدرك سلطان البنوة بأنه أنا لما بصلي ما بقول إن شاء الله الله يسمع إنما عندي اليقين بأنه الله سمع واستجاب لأنه إنما أطلب بإسم يسوع من الله الآب هون أرجع أذكركم أخوتي أنه كل صلاة مرفوعة هي موجهة لله الآب بإسم يسوع مؤيدة بالروح للمستنير واللي بدون الروح لا أحد يستطيع أن يقول يسوع رب نحن بنغلط وبنقعد نحارب البعض لا لازم نصلي للعذرة لازم نصلي للإدسين أحبائي في فرق كتير كبير أنت كإنسان خاطئ ما بعمرك ولا عذرة ولا إدسين بيقدروا يشفعوا فيك للخلاص المخلص الوحيد وليس بأحد بغيره الخلاص كيف ما بدأت تفسر فسر لكن يا أنت كذاب يا الإنجيل كذاب ليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر أعطيه تحت السماء بين الناس ينبغي أن نخلص إلا بيسوع وحده في رسالته أيضا لتيموثاوس يعلن نفس الشيء بأنه لنا وسيط واحد عند الآب الإنسان يسوع المسيح شفيع واحد ووسيط واحد عند الآب الإنسان يسوع ليس الإنسان لأنه يسوع هو الله بس كونه صار إنسان صار بديل عنك وبإنسانيته حكم عنك ورفع عنك العقاب فإن كان رفع عنك العقاب صار لك جرأة بيسوع أن تقف وتناشد الآب آبا والله لا ينظر فيك أي خطيئة لست لأنك لست خاطئ لكن لأنه يسوع دفع التمن ولذلك يسوع الإنسان بإنسانيته كونه الله تجسد حل مكانك بإنسانيته الذاق الموت عوضا عن كل نفس لما ذاق الموت عنك تجي أنت وعن بتصلي يا رب أنا كنت مبارحة مكذب أنا غلطت مدري وكيف الله بده يسمعني بيقول لك أوكي ما أنت غلطت ودفعت الحساب بتقول لي يا رب كيف أنا دفعت الحساب بيقول لك ابني على السمير على الصليب محى السك المكتوب علينا بالفرائض عمول ومتعمل اللي نحن كسرنيها بقول إذ مزق سجل معصينا على عود الصليب لذلك أنا بإسم يسوع أطلب لأنه ما في إسم آخر به أستطيع أن أخلص شو معنى شفاعة القديسين نحن أورتودوكس أول شي بالمفهوم الأورتودوكسي ما بتعني شفاعة القديسين بالمفهوم السرياني بالسرياني بنستخدم كلمة سلوثو شفاعة للقديسين بالسرياني غير موجودة موجودة كلمة سلوثو بقديشة يعني صلاة القديسين وما معنى ذلك معنى ذلك بأن القديسين وأنت عم بتصلي هني أيضا عم بيصلوا معك لأنه نحن جسد واحد متحدين بالعذرة ومتحدين بالقديسين لأنه كلنا جسد واحد لما بنرفع إنما نضم نضم أصوات القديسين إلى أصواتنا وكونهم هني أبرار وقدسين بنعمة الرب مغسولين بدم يسوعه والعذرة مخلصة بدم يسوعه لقال إنه تبتهج روحي بالله مخلصي العذرة بتدم صوتها لصوتك وأنت عم تقول يا رب شفيني العذرة بتقول يا رب شفيني أنت عم تقول يا رب ارحمني العذرة بتقول يا رب ارحمه لكن ما فيك تقول يا عذرة رحميني والعذرة تقول أنا سمحتك ما فيك تقول يا عذرة شفيني والعذرة تقول أنا شفيتك لأنه ليس بأحد غير الخلاص والغفران بدم وحده يسوع قال خذوا هذا هو الدم شربوا منه كلكم هذا دمي الذي يعطى لمغفرة الخطايا كثيرين ما في دم آخر يغفر الخطيئة ما في شفاعة أخرى تمسح الخطيئة ما في أي اسم يعطيك الصلاحية أن تدخل إلى محضر الله نعتقد أنه أنا بما أنه إنسان خاطئ وبعيد ممكن أنا أصال للقديسين وهن يشفعوا لي عند الله كذب نحن بنطلب أن تكون معنا صلوات القديسين بشأن هيك كل صلواتنا بالسريان نحن مع الأسر بسبب ابتعاد بعض الكنائس عن الإيمان الرسولي بسبب كثير من البدع اللي ظهرت بالقرون الأخيرة حول العذراء مريم والقديسين بتعادنا عن مفهوم القديسة يا ريت تفهم والسرياني اسمع الأسف ما بتفهمه لو بتقروا بالكتاب صلوات الأشحين كل الصلوات لما بنتأمل فيها العذراء تختم بالعبارة التالية سلوثيخ عاما مريا صوبة سلوثيخ عاما لتكن صلاتك معنا هذه هي بمعنى آخر كل الموضوع أنه هي عم بتضم صوتها لصوتك طبعا الله ممكن يرسلها في أنه يستخدم بشفاءك لكن هو اللي أرسلها القوة من عنده لأنه كل عطية صالحة كل موهبة تامة نازلة من فوق ومن عند أبي الأنوار ليحزنني جدا بأنه في حديثي عن إيماننا الأورتدوكسي أبدو في عيون البعض غريب عن الأورتدوكسية وكأنه المعتقدات التقوية الشريرة الناتجة عن مجتمع لا يعرف كلمة الله صارت هي الأورتدوكسية وصاروا شهود الأورتدوكس هن بعاد عن كلمة الله ومتهمين بأشي غريبة بيقول مبنيين على أساس الرسل والقدسين والمسيح نفسه حجر الزاوي وأنا لهذا الشيء أدعوكم أحبائي لا تضلوا وتجهلوا الكتب لكن ابنوا إيمانكم على كتاب يقين فيه تتبرر بموته قيامة يسوع فيه تنعم بالروح الساكن فيك ليملأك ويعزيك فيه ترى بأنه ظلمة الألام والاضطهادات يليها فجر صباح مليء بالفرح فيه تختبر ملء الروح الذي يقودك يرشدك ويعزيك تختبر قوة الصلاة والآب يستجيب مهما سألتم من الآب بإسمي يسوع يكون لكم هل إشه هي دعوتنا اليوم صلاطي بأن يكون اختبار كل واحد منا لنصره ومجد يقولي مجد الرب بإسم يسوع